أهلا بكم مشاهدين من جديد قال وزير الصحة ندير عبدات إن الأردن لم يسجل أي إصابات بفيروس كورونا من السلالة البرازيلية أو السلالة نيويورك وكانت التحليل ومراكز الأبحاث قد أشارت إلى أن السلالة البرازيلية المتحورة أكثر شدة وأكثر إصابة للفئات العمرية الأقل فيما مزالت الدراسات قائمة على تحديد خطورة سلالة نيويورك يأتي ذلك فيما يشهد الأردن ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات المسجلة فيما تسعى الحكومة للتعاقد من أجل توفير اللقاحات بأسرع وقت ممكن في ظل أزمة دولية يعاني منها القطاع هذا وترأس رئيس الوزراء بشر الخصونة الأسبوع الماضي الاجتماع الأول لمجلس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية وأكد الخصونة خلال الاجتماع أهمية تمكين المركز ليبدأ عمله الفعلي لسيما وأن الأردن ليس في خضم جائحة وباء فحسب وأنما لكونه أصبح من الضرورات في إطار سياسات الدول للتعامل مع تحديات الأوبئة والأمراض السارية بشكل استباقي أو بحثي أو حتى تنظيمي ينضم إلينا عبر سكايب رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة الدكتور فراس هواري أهلا وسهلا بك الدكتور مساء الخير لكم وللمشاهدين طبعا نبدأ بالحالة الوبائية دكتور في ظل هذه الإصابات المرتفعة وأعداد الوفيات أيضا التي ترتفع باستمرار دكتور كيف تقيم الوضع الوبائي هل نحن اليوم على قمة المنحنة وخصوصا في ظل هذا الفيروس المتحور الذي يتصدر المشهد دكتور صحيح هذه أسئلة مهمة في الأيام الماضية الستة يبدو أن النسب الفحوص الإيجابية قد استقرت ما بين 13.5% تقريبا طبعا هذا مؤشر جيد نراقب هذه النسب على مدى الأسبوع القادم أيضا حتى نتأكد إذا كان هذا الاستقرار حقيقيا أم لا كل ذلك لا يعني بالتأكيد أننا يجب أن نتراخى أو نطمئن لهذه الحالة والسبب حقيقة لما نرى اليوم من أعداد تدخل إلى المستشفيات ووصلنا اليوم إلى أكثر من ألفين حالة في المستشفيات في الموجة السابقة كان غقم تجاوز ألفين ومائتي حالة تقريبا اليوم نقترب من هذا الغقم لذلك هناك عدة عوامل اليوم تجعلنا نراقب هذه الأرقام وخاصة أننا لا نعلم بالضبط ما هي الفترة الزمنية التي سنبقى فيها في حالة الذروة إن كنا قد وصلنا وأيضا الفترة الزمنية التي نحتاجها إلى التدرج بالنزول مية أخرى إلى النسب المريحة وهي ما دون الخمسة في المئة وبالتالي اليوم كل هذه الأرقام تعني المزيد من الإدخال إلى المستشفيات والمزيد من الضغط على الكادر الصحي طيب دكتور فراس يعني هناك نقطة بتنا نسمحها بشكل عام من الجميع إذا أصيب شخص بكوفيد نايتين على سبيل المثال ويعني شو فيها منه هل هو معرض للإصابة بالمتحور أم أنه هناك أجسام مضادة ضد المتحور ضد البريطاني أو البرازيلي أو سمي ما شئت من أنواع للأسف نعم هذه الفيروسات المتحورة اليوم هي مصدر قلق عالمي كبير وبسبب النموذج الذي حصل في البرازيل في البرازيل هناك مدينة في الشمال اعتقدت أنها وصلت إلى المناعة المجتمعية وعندما قامت بدراسة الأجسام المضادة بين السكان وجدت أن 75% من السكان قد أصيبوا في الموجة الأولى وعندما تم تشخيص ذلك كان هناك اعتقادا سائدا أن هذه البلدة قد أصبحت محصنة حتى ظهر هذا التحور البرازيلي الجديد وفاجأ الجميع حقيقة واتضح أن الموجة الثانية لديهم كانت أعنف وأن معظم الذين أصيبوا في الموجة الثانية كان جزء كبير منهم حقيقة من الذين أصيبوا في الموجة الأولى فبالتالي اليوم ما توصلت إليه العالم من خلال دراسة هذا النموذج في البرازيل أننا اليوم بحاجة إلى الأمرين معا الأمر الأول ضرورة الإصراع في أخذ المطاعيم وإيصالها إلى أكبر عدد من السكان حتى نوقف هذه التحورات وأيضا عدم التسيع في تخفيف الإجراءات المشددة لأن هذا التخفيف وخاصة إذا لم يكن اللقاح متوفر معروف نتائجه سيعيدنا مرة أخرى إلى زيادة في الإصابات وإغلاقات جديدة فبالتالي اليوم العالم كله ومنظمة العالمية نعم بما أن اللقاح اليوم هو الحل الوحيد هو السحر إنجاز التعبير مفتاح الحل لكن الأردن للأسف يعني يعاني من شح في اللقاح وهنا أود السؤال يعني أين يكمن الخلل هل الخلل بما يتعلق بشح اللقاح هو فقط تعثر دولي ونعلم أن هناك منافسة وحرب دولية يعني على اللقاحات وهذا شيء مفهوم أم أنه يعني ربما يجب إعادة النظر بملف اللقاحات والمراجعة هل من خلل ما دكتور بما يخص استيراد الأردن لللقاحات أم أنه الموضوع طبيعي يعني مثل كل بلاد الشم والتوزيع الجغرافي يعني لللقاحات نعم هو ليس فقط بلاد الشم هو العالم فعندما ننظر اليوم إلى تصريح دولة عظمى من رئيسها مباشرة وهي أكبر من أكبر الدول المصنعة لهذه اللقاحات أنها لن تستطيع تأمين اللقاحات لكل فرد في الولايات المتحدة بذلك أنها لن تستطيع أن تؤمن اللقاحات إلى كل فرد يحتاج هذه اللقاحات حتى نهاية شهر خمسة هذا شيء مهم التنافس كبير على هذه اللقاحات الموضوع ليس موضوعا ماديا وإنما أيضا وفرت هذه اللقاحات وخاصة أن الدول اليوم بدأت تلمس أهمية هذه اللقاحات وإيصالها إلى مواطنيها فننظر إلى بلد مثل البريطانيا المملكة المتحدة ما أحدثت اللقاحات فيها هو حقيقة يدعو إلى الإعجاب بسبب التأثير على المنحنى الوبائي والتسبب في نزوله بشكل كبير واليوم هناك دعوات للانفتاح فيها بسبب ذلك موضوع اللقاحات لن يكون موضوعا سهلا لكن إن شاء الله النتائج اليوم والأخبار مطمئنة أننا بنهاية هذا الشهر سنحصل على دفعات جيدة من اللقاحات ما أود أن أركز على أن موضوع اللقاحات اليوم هذا جيد دكتور فراس لكن السؤال هل نحن بحاجة إلى تغيير في استراتيجية المفاوضات مع هذه الشركات العالمية أين يكمن الخلل من أجل استيراد المزيد من اللقاحات في المستقبل يعني نحن نحتاج فقط إلى دفعات يعني هذا لا يكفي اليوم الجميع بحاجة إلى اللقاح المعلم هو في الميدان الكوادر الطبية الإعلاميين وما إلى ذلك الجميع بحاجة إلى اللقاح فبالتالي هل نحن بحاجة إلى تغيير في استراتيجية المفاوضات يعني الشد لا أعلم إنجازة تعبير يعني ولكن هل من أوراق ضغط يمكن استخدامها من أجل حصول على هذه اللقاحات دكتور لا أنا ما بعتقد أن هناك أوراق ضغط حقيقة منظمة الصحة العالمية اليوم تكثف الضغط على كل الدول المصنعة لكن هذه الدول نقولها وبكل صراحة هي مسؤولة أمام شعوبها هناك عمليات سياسية وأهداف انتخابية لن تقوم بالسماح بتوفير هذه اللقاحات إلى دول أخرى حتى تضمن مصلحة مواطنيها وقواعدها الشعبية وبالتالي مهما قمنا بالضغوطات يعني لا يوجد هناك ضغط أكبر مما تقوم في منظمة الصحة العالمية وليس فقط بهذا المجال ولكن الضغط الذي نعرف كلنا أن الدول هذه لن تشعر بالأمان والإطمئنان حتى تصل اللقاحات إلى الدول الأخرى لأنه في أي لحظة معذرة إلى دخول هذه الطفرات والتي ستنتج بسبب غياب اللقاحات في الدول الأخرى لكن الدول الأخرى أنا بعتقد في نهاية المطاف وخلال الشهرين القادمين سنشهد تحولا في سياستها بحيث أنها تبدأ بتوفير اللقاحات إلى كل من يقوم بدفع ثمنها بالتأكيد صحيح وبالفعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي احتكر اللقاح لنفسه وربما الجميع شهد ما حدث طيب دكتور فراس بالنسبة لزيارة رئيس الوزراء للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة كانت رسالة واضحة لتفعيل هذا المركز لو تحدثنا عن أهميته ودوره في ظل هذه الحالة الوبائية الصعبة التي نعيشها دكتور نعم ترأس دولة الرئيس أول اجتماع لمجلس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية طبعا كانت هذه رسالة مهمة حملت أيضا توجيهات مهمة وضعت الإطار العام لهذا المركز الذي تأسسه برؤية ملكية كانت واضحة ومحددة وتأتي اليوم أنا أعتقد أن اليوم هذا أحد أهم الإنجازات الذي نبدأ به المئوية الثانية للمملكة الأودنية الهاشمية هذه الزيارة اليوم أقرت الهيكل التنظيمي للمركز وبالتالي وضعت الإطار العام لعمل المركز والتأسيس كنقطة اليوم انطلاق للقيام بمهامه من خلال البدء في وضع الوحدات الأساسية والبنية الأساسية لهذا المركز والبدء باستقطاب الكوادر المهمة لعمل هذا المركز هذا المركز يحتاج بناءه إلى وقت وسيكون لبناء أساسية في الهيكل الصحي الطبي الأردني ومطلوب منه أن يسهم في رفع الدرجة وجودة الرعاية الصحية في الأردن كما هو على شاكلة المراكز العالمية وأكان توجيه دولة رئيس الوزراء واضح أن هذا المركز لن يكتفي أن يكون مركز عادي وإنما يجب أن يكون على قدم المساواة للمراكز العالمية من حيث أداءه ومواجهة الأمراض بشكل عام سواء كانت سارية غير سارية وتقديم الخدمات التشخيصية الخدمات التدريبية العلمية والبحثية الأكاديمية فبالتالي اليوم حقيقة هناك تطلع وشوق كبير للإسراع في إنجاز هذا المركز وجعله فاعلا على أرض الواقع في أقرب فرصة ممكنة طيب متى سيبدأ بالتنفيذ دكتور وهل من تنصيق مع باقي الجهات يعني من الواضح أن هذا المركز هو مهم جدا وينعكس بنتائج إيجابية على الأردن وعلى الوضع الوبائي وبالتالي هل من تنصيق مع مختلف الجهات لأنه سمعنا أيضا بأنه ربما من بعض الملاحظات التي وردتنا أنه كان في بعض الأحيان هناك سوء تنصيق بين الجهات المختصة بما يتعلق بالوباء يعني وصار في نوع من التشتت خصوصا بالنسبة للمواطن وبالتالي أهمية توحيد الصوت دكتور اليوم بالتأكيد هذا المركز سيكون إن شاء الله على درجة عالية من التنصيق مع كل المؤسسات المعنية في هذا الاختصاص أيضا الأعضاء الموجودين في مجلس هذا المركز وجودهم اليوم هو نوع من الضمانة حتى يكون هذا التنصيق أساسي وأن يكون حقيقة بشكل مستمر بالتالي بالتأكيد جهود هذا المركز ستكون مرتبطة وعاملة ومكملة لجهود الزملاء في القطاعات الأخرى وسيكون إضافة نوعية بإذن الله لخدمات أيضا جديدة لم تكن حقيقة متوفرة اليوم لكن هذا كله يحتاج إلى فترة من البناء اليوم بدأنا في الإطار المؤسسي والتشريعي قريبا جدا سنبدأ في الإطار التأسيسي للخدمات التي نقوم بها وضعنا كثير من المخططات التي أصبحت جاهزة اليوم للبدء بتنفيذ الأعمال الإنشائية في المبنى الذي تم اليوم أخذ كمبنى مؤقت لهذا المركز نعم بانتظار هذا الصرح في الحقيقة العلمي شكرا لك الدكتور فراس الهواري رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة شكرا جزيلا لك شكرا لك